صباح الخير لكل مشاهدي تلالوميار وفضائيتها نورسات برحب فيكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتتبعونا بلبنان وبالعالم محلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج النور معنا بفقراته العديدة والمتنوعة ببداية هالنهار المبارك بحب بعيد كل المشاهدين وبشكل خاص اللي بيحملوا اسم فرانسيس تيمنا بقديس فرانسيس الأسيزي يلي يصادف اليوم عيده أكيد بعيد كل اللي بيحملوا هالاسم من نساء ورجال الرهبانات الفرانسيسكانية رهبات ورهبان إن شاء الله يا رب كلنا سواء من نمشي بيكون قدوة قديس فرانسيس نتمثل بحياته اللي أحدث ثورة بالكنيسة ببداية هالنهار عندي أول فقرة فقرة مميزة جدا من خلالها رح نصلت الضوء على أحد المبدعين الفنانين اللبنانيين فنان يمكن بحياته ما نعرف إلا من بعد ما ماته واليوم بعض الظهر رح يكون فيه افتتاحية كبرى معرض استعاد للوحاته ولا حياته يمكن لوحاته هي بتلخص سيرة حياته فنان كانت قصة حياته مؤثرة جدا وبالتالي لوحاته اليوم سمحولي رحب بالفقرة الأولى بدكتور أنتوان مسرة عضو المجلس الدستوري أهلا وسهلا فيك دكتور أنتوان أهلا يعطيك ألف عافية شكرا يعني الألقاب كتيري بس نحنا خلص نكتفي بدكتور أنتوان لأنه هيك بيبقى نلقى بطالع من القلب يكيد عم نتحدث عن الفنان روبير مسرة واليوم اللبنانيين على انتظار حدث كتير مهم وهو افتتاحية معرض استعاد واسترجاع للوحات الأستاذ روبير مسرة بداية قبل ما أحكي عن المعرض يمكن كتير ناس اليوم ما بيعرفوا للفنان الراحل الكبير روبير مسرة الرسام خلينا نتعرف معك على قصة حياته المؤثرة عيش يتيم وتجلت حياته بلوحاته اليوم كل لوحة عنده قصة كل لوحة من لوحاته بتحكي حكاية رح نتعرف معك هيك نبذة سريعة عن حياة الراحل روبير مسرة من فهمت ما قلت تجلى فنه من خلال حياته صحيح أنه كل شيء إذا ما كان نابع من الخبرة ما أنه بعبر بعمق الحدث اللي تكلمتي عنه اليوم استرجاع لتراث روبير مسرة الفني هو حدث فني ثقافي تراثي في فيلا عودة صحيح التي تحمل تراث عريق أيضا في تراث لبنان وبدون أي هدف تجاري والهدف ليس التمجيد بشخصية فنان لأنه مش هيدا الهدف بالفعل هدف هو نقل رسالة هذا الفن لنابع من لبنان ومن لبنانية روبير مسرة صحيح روبير مسرة هو أشقيكي بالفعل نحن عشنا ست أخوة ثلاثة بنات كبار وثلاثة سبيان أيتام في عمر صغير يعني روبير فقد والدته كان عمره سنتان وفقد والده كان عمره ثمان سنوات وهذا معبر عنه بلوحة كان عمره سبتعشر سنة الأيتام هذه من الأولى لوحاته من الأولى لوحاته أو أن الوجع واجع السنين معبر عنه بلوحة أخرى يسوع صحيح عمر ستعشر سنة هي لوحة تبين يسوع مش لها متألم متألم أو رافض أو سائر ما يقبل يقبل مشيئة الراح خبير مسرة كان معروف جدا في لبنان قبل سنة 78 وعرض بأكثر من عشرين معرض في لبنان وكتب عنه كبار النقاط لكن سنة 78 اضطر إلى مغادرة لبنان بسبب الحروب من لبنان للأسف غادر هو زوجته وكان على طول حامل معه شمس لبنان وطبيعة لبنان وكان بالفعل يعني يسافر كتير عبلدين البحر المتوسط إيطاليا، إسبانيا، اليونان ليتنشك عطشاً بشمس المتوسط ونور المتوسط وهيدا النور غير نور النهار بالفعل صحيح وبتاخدك تشوفي كل لوحات روبير مسرة هيدا النور هو إشعاع لنور آخر صحيح أكيد أبعد وبيقول بمذكراته لأنه مذكراته نشرته هنا هيدا الكتاب صادر من أسبوع روبير مسرة ناتور نوستالجي موجود بالعربي كمان بمختلف لوحات وبيقول فليسفي ينظرون حول مورائيات وحول مبعد الحياة ويصلون غالباً إلى أجوبة غامضة بينما الجمال يستوقفك يسألك تؤجب به وتتعثر صحيح ومن خلال الجمال بالتالي يعني فيه مدخل إلى أمور أخرى أبعد وأمور أخرى صحيح وبالفعل أنا أردت استكشاف المعنى من خلال الجمال صحيح وهون نظرة الفنان التي تختلف عن نظرة يمكن أي إنسان يجسد هذا التأثير أو هذا الجمال بطريقة أو بأخرى وأستاذ روبير جسده من خلال لوحاته طبعاً لوحاته بالفعل فيها كثير تنوع تنوع كبير لفتني غلاف الكتاب اللي عم نحكي عنه روبير مسرة رسام الطبيعة والشوق الروحانية شفت هذه اللوحة هذه اللوحة العودة من الحصاد عودة من الحصاد وهذه عائلة نعم بجنوب فرنسا وليك العائلة مواحدة ولكن كل واحد باتجاه مختلف ومين حامل الهم الكبير البي لك البي أكيد لك كيف نظراته نظراته تحمل مسئولية صحيح وهم صحيح وعندك هالبنت الصغيرة البريقة صحيح يلي مش عارفة مش عارفة شو منتظرة وزوجة يعني متضامنة ولكن بغير اتجاه صحيح كل مسئولية العائلة وقع على البي صحيح مع أنه جايب معه حصاد عم بيفكر بالغد عم بيفكر بالغد صحيح لأنه الهموم المعيشية هموم عيشية متنوعة ولكن فيها ذات الروحانية ومنش لك أنا حطيت عنوان الطبيعة والشاك والروحانية هاي دي الأمور اللي استلهمت استلهمت سيد روبير اللي هو مميز كمان بأخوي روبير إنه بدأت موهبته باكرا وهيدي يعني كل إنسان يحمل رسالة صحيح والرسالة اللي بيحملها تقيلة عليه صحيح تقيلة ومصيبة عليه اي مصيبة بالضبط ومصيبة عليه وخاصة إذا كان بوطن مثل لبنان ومصيبة حتى بفرنسا ومصيبة على الغير وبالفعل جرب أن يهرب منها لأعمال مهنية أخرى نعم ولكن ما بتقدر تهرب من رسالتك رسالتك بتلاحقي صوت الإبداع اللي داخل كل إنسان ما بيخلي رسالتك بتلاحقي صح وهي مصدر ألم وأنجاز بالفعل صحيح هاي في آخر لوحة هونيك بتشوفيها بالكتالوج شوفي آخر لوحة هذه اللقاء أول واحدة آخر على الغلاف الخارجي نعم هذه بالفعل هذه من آخر لوحاته كمان جلبنا عنوانا قلق في كاركسون لأنه خمس سنوات الأخيرة عاش مع زوجته بكاركسون في جنوب فرنسا بيبين فيها شفتية نعم نعم لوحات روبير مسارة يعني مش للدكور حلو كتير ومش للجمالية الشكلية أنا أقدر الدكور أكيد بس ليش للزيني بس ليش للزيني بس ليش للزيني بس ليش للزيني لوحاته للي بيعرف يقرأ لزيني لزيني غير نوع من اللوحات تطرح سؤال صحيح بالفعل أنا بنظر يعني كل شي لازم يطرح سؤال طبيعة كل يوم تطرح عليك سؤال الفن السامي يطرح سؤال الحفن الحقيقي اللي نابع من الأعماق بالفعل يرهت الدراسات اللي بسميت أكاديمية تطرح بالفعل سؤال حلو ضم تنقل فقط معرفة تجريدية صحيح ولا تنتهي عند مجرد لوحة لا تنتهي ولكن كل يوم فيها شي جديد كل يوم فيها شي بالفعل كل يوم تستوقف صحيح أنا بكتابة روبير مسرّة بالفعل يعني كاتب كثير تعليقات بالموضوع على كل حال أنا بتشكرك على النسخة اللي عطيتني إياها يعني رح يكون إلي شرف أني اتصفحها واطلعها علي لنتعمق أكبر هذي شوفي اللقاء على الغليف الأول اللقاء أول لا بالكتالوج آه بالفعل هذي كمان من قوائل رسومه اختلفت هون النظارات سنة 63 يعني كان عمره 17-18 اللقاء وهذا اللقاء ببين يعني يعني هو بالفعل أنا وزوجتي وطرفنا على بعضنا جسدها بهذه الصورة بدون ما يقل جسدها وشوفي يعني اللقاء إرادة الوحدة والمستقبل مش معروف شو ماذا يخبئ صحيح وفي عندي التليل أنه بديت بلقاء في عندي كله أعماله وانتهت بفراق إذا إلى حد ما يعني هذا التناقض هذا التناقض الكبير لا فيه لوحة الأخيرة كمان عن الأم وطفلها أهام حيات لا ماضيها لأنه توفق قبل ما يمضيها الأم وطفلها أهام هذه كانت أخذ لوحة كتير رائعة بالفعل وكان هو كنا عم بعبر عن الحيات عن الحنان إلى الأم صحيح أي كمان لأنه فقد أمه عن عمر كتير بكير وعندك لوحات بالفعل عن مثل العاصفة عد ثلاث أربع لوحات عن العاصفة تعصف موجودة هون بالكتاب يعني أنه أترك البناء سندة 78 في هذه اللوحة العاصفة في منزل وسجرتين منزل سجرتين راسخة في الأرض والعواصف عم بتهب وشجرتين عم بتقاوم وتعبر عن يعني التمسك بالهوية حلو والصمود صحيح وصمود المنزل والأشجار في العاصفة الجذور وهل لبنان يصمد في العواصف صحيح كان عنده ناظرة في مجموعة لوحات هنا المستقبل تعبر عن السمود وكان دائما بسؤاله ويسألوه بفرنسا بفرنسا عمل ثلاثين أربعين معرض لوحات لقيله موجودة في لندن في باريس في بلجيكا في أستراليا وكان دائما نقول يعني أنا رسام من لبنان عودة إلى الجذور ويسألوه إذا أنت يعني شو أثرت عليك الحرب هون بكل الرسوم ما بتشاق شي يعني مؤثرة علي الحرب هاي هلو هايدي العاصفة بالفعل إلى معنى أبعد من الحرب طبعا إنه الصمود في العواصف صحيح بيقول أنا ما أثرت علي الحرب أنا كنت من الضحايا اهه وهربت هربت مش إنكارا للبنان هربت لأبحث عن الجمال وأعبر عن الجمال إذا بدنا نرجع للمعرض يلي اليوم بيفتح أبويبو ساعة 6 المساء بفيلة عودة بالأشرفية خلينا نحك شوي عن هالمعرض شو بيتضمن شو أبرز اللوحات اللي موجودة بهذا المعرض مثل ما أنت هو معرض استرجاعي صح روبير مسالة ولد ست 1944 ضوافز 2012 2012 معرض استرجاعي من قوائل لوحاته سنة 62 63 إلى آخر لوحات 2011 2012 2012 الأم والطفل كمان موجودة الأم والطفل موجودة مش موجودة لا مش موجودة لأنه مش موقعها يمكن لا معروفة بس موجودة عند غير ناس وبريز الآن بس أنا حطيتها على غليف كتاب كتير جميلة الأم وطفلها حلو كلها فيها معرض استرجاعي اسمه بيدل علي ما بيدم كل اللوحات لا كم فيه لوحة دوتي أنتوان لا يكون فيه يعني حجم معقول أظن حوالي 50-60 لوحة لكن معبرة عن حيات بأكملة حيات بأكملة بكل بالفعل ما يعصف بهذه وتنوع تنوع المشاهد والمواقف ووحدة الروحانية بالفعل بدون مقارن يعني بدون مقارن يعني مثل انتبه الموسيقى الكبرى مثل مثل شبار شبار إذا ما بتعفى شبار أنا غنصحك بالفعل شبار ما توفى عمره 34 سنة 33 سنة ترك حوالي ألف مقطوعة ولكن كل مقطوعة إذا بتسمعي فيها لحن يتكرر الغصة غصة الحياة وغصة الموت إيه إيه عند بدون مقارن يعني وحتى بيتوفن كمان صحيح إن قوام تعرفة إذا بتسمعي بيتوفن صحيح بصمة عنده بصمة خاصة عنده فيه بصمة تتكرر كل الفنانين العوزة ما عندن بصمة خاصة بس تسمعن أو بس تقرأن أو بس تلك اللي جميل جدا أنا للوحات روبير مسرعة إنه أوقات كتير يعني أشخاص بيجون عندي زيارة أولى وبيتطلعوا بلوحة بينأزوا تترك هالتأثير بينأز هالانطباع بوقفك صحيح ما بتمر معرور الكرام صحيح صحيح ايه في مش حزن يعني روح حنية حنين وألم ارتكاء الألم فيه ارتكاء فيها شي حقيقي شي منعاش منعاش لوحة الأيتام صحيح اللي هي بالسالون عندي بالبيت يعني فيها صدمة كونية صحيح ولكن فيها التحام وتضامن وحنان ايه يعني خاصة وفيها ألوان متعددة ألوان متعددة هي حزيتها معبرة صحيح مثل اللون الأحمر وكان بالفعل أنا أتفهم بعدين حيات اللي عنده رسالة صعبة صحيح صعبة 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 عليه بترافق كل حياته بترافق صعبة على غيره يعني وأنا وأنا بهذا الوضع وأنت بهذا الوضع أنت أكيد هو وضع مليء بالنستالجيا حابب استقيل ووقف وارتاح لا لا العوزة يعني غير مسموح خطيئة من يستقيلون طالما الرب عطيهن وطالما بعض قادرين يعطو وينعموا علينا من هالوزنات الكبيرة اللي عندون من العطاء من الإبداع من السقاف يعني اليوم إنسان بيكون عنده موهبة بس في كتير ما بينموا هالموهب شفتي ما بينميها صحيح هيدا خطيرة جدا فيتم سر الكريم يعني رب ناعم عليكم كتير فعلا بس بالفعل سر من هالأسراع صحيح هيدا سر إنه كيف الموهب بتبدأ يعني وبتنمى وبتتكاتر أنا يعني يعني بلشت موهب التروبير يعني عمر 14-15 اه عن عمر باكر جدا وتابع دروس بالأكاديمية الأكاديمية لبنانية وبمعهد الإيطالي في لبنان وفي أكاديمية في روجيا لكن موهبته بالفعل ظهرت من 14-15 سنة صحيح وفي عنده رسوم يعني مميزة من هذا السن موجودة بالمعرض اللي رسامها بعمر صغير يعني تحت العشرين قديش خطير واحد يقتل موهبته لا جريمة جريمة قتل الموهب طبعا لكن عادة وقال الموهب الناس بيظنوا إنه هيدا شي بعيد مريح لا إنه شي مريح صحيح شي جميل حسب كيف يوظفه أحيان حسب كيف توظيف كيف يتوظيف طبعا طبعا منرجع فإذاً للمعرض اليوم بدي أجع أذكر للمشاهدين على الساعة 6 المساء بتنفتح الأبواب أمام معرض استرجاع على الفنان الراحل الكبير ربير مسرة لا ينزح السيطار ربما عن لوحاته في كتير نيس بتعطش إنه ترجع تشوف هاللوحات يلي كل لوحة منهم بتحكي قصة معينة كل لوحة منهم نابعة من الجذور من القلب وكل لوحة منهم عنده روحانية وعنده رسالة مثل ما كنت حضرتك عم تقول بالأول مين اللي ساعد بهالمعرض دكتور مين ساعد المعرض بفعل زوجته إلى جانب عائلته يعني زوجته هي تعرف علي سنة 71 زوجته فرنسية وهي كنت أتعلم إنه كاتب أو فنان وحد يقدر يجمع كل شيء كتب عنه إلا بعد 20-30 سنة وبدأ جهد كبير يضاف إلى ما كتب عنه هالحلقة المتواضعة اليوم عم نمجها من خلال تحية لذكره يعني زوجته أو زوجتي بالفعل وأنا لأنه كنت أبحب أنا الوجيها بالفعل أبدا ما بحب الدعاية لكن بحب أنا مقتنع أنه ما توعد فيه رسالة وتراث لبنان أنا كتير وهمني تراث لبنان تراث لبنان الفني الفكري الثقافي الديني بظن ما فيه بلد مثل لبنان عنده هذا التراث الضخم فيه من المفكرين والضحايا والشهداء والكبار لكن هذا ما عم ينتقل للأجيال الجديدة صحيح من خلال وسائل التنشئ صحيح عيش فترة أستاذ روبير بفرنسا كيف كانت علاقتك فيه؟ كنتوا تتلاقوا دايما كان يجي على لبنان ويروح كنت أنت تروح لفرنسا إيه طبعا أنا كنت تروح دايما حفرنسا وهو بالفترات الأخيرة عشر سنين الأخيرة ما كان يقدر يعني لأسباب أما صحية وأنه أسباب وضع بلبنان لأنه كان عطول هون بأول الكتاب مكتوب أنه كان دايما يتأمل أنه يجي يعمل معرض بلبنان وهذا تحقق يعني بعد أربع سنوات لأنه تنجمع اللوحات كان فيه صعوبة ووقت اللوحات اللي منتشرة بغير أماكن شو صار فيها بقية المطرح ما هي؟ لا في كتير لوحات على كل حال منتشرة بمنازل لبنانية أو عند لبنانية ايه عدة مرات بشوف أشخاص عندهم لوحات لربير مسرة يعني متأمل ب من خلال هذا المعرض أنه نرصد الأشخاص اللي عندهم لوحات من ربير مسرة من خلال أكتب من عشرين معرض كان في لبنان عملهم الدبعا اللي عنده لوحة لربير مسرة بمنزله هذا يعني أنه هو متذوق ويعرف قيمة هذا الفن وهذه اللوحة ومنذ الطبيعي يمكن اليوم يكون مبسوط بهالمعرض وأنه يشارك أكيد لا يتعرف أكتر أكتر على لوحاتهم بنهاية لقائنا أنا بدأت شكرك كتير ويعني بدي هنى حالنا فيكم عن جد عيلي ألم مسرة بنشاف الحال فيكم على كيفة المستويات بدي أترك الكلمة الأخيرة لألك للمشاهدين هل الدعوة عامة اليوم؟ لا طبعا دعوة عامة ودعوة ليست للإفتخار الشخصي ولا بتعظيم فنان لا أنا بحب أن يكون جزء من تراث لبنان في الفن والفكر والإبداع ومهم جدا لأنه أنا كثير يعني في اليوم فقدين بالعالم للمعايير للرساء مفهوم الرسالة للمعنى في عطش إلى المعنى هلأ في معارض عديدة بحضرها جميلة وفيها إبداع طبعا لكن تفتكر قبل قدل أحيان إلى المعنى صحيح إلى الرساء ومن مشاكل روبير أنه ما نجرف بمنح السوق مع أنه كان بحاجة ماديا يعني تينجرف صحيح بهالموجه حاجات السوق صحيح من جرف أبدا حاجات السوق وبتلاقي ولا لوحة لهدف السوق بقيت قيم الإنسان معه وهذه كانت مشكلة لأله كانت مشكلة لأله كانت هي عظمته أيضا ولكن بمكان آخر هذه عظمته صحيح اليوم يفتتح المعرض إذن بفيلة عودة ورح يبقى أبواب هالمعرض مفتوحة على طول لغاية 25 تشرين آه لغاية 25 تشرين في أوقات مكتوبة على اللوحة أوكي عظيم يعني أنا بدي أتمنى لكم التوفيق ونحن إذا أراد اليوم كمان رح نرجع نتلاقى عند هاللوحات القيمة يعني هلأ صرنا أكتر وأكتر هيك عنا عطش أنه نتعرف على لوحات روبير ومسرة يعطيك ألف عافية دكتور أونتوان